السويد تغير قانون الإرهاب لتبديد مخاوف تركيا الأمنية حيث تعمل السويد راغبة أن تكون عضوا في حلف شمال الأطلسين نيتو على تشديد قانون مكافحة الإرهاب سعيا لانضمامها للنيتو على خلفية اعتراض تركيا صحيفة حرية التركية ذكرت أن السويد التي تريد من السويد أن تحارب التنظيمات الإرهابية التي تدعمها كتنظيمات حزب الشعب أو كتنظيمات كردية لسيما منظمة العمال الكردستاني تقوم بإجراء تغييرات كبيرة على قانون مكافحة الإرهاب وقالت رئيسة الوزراء السويدية ماردالينا رندرسون في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الشمال الأطلسين نيتو ينسي ستولتونبرغ قالت أن بلادها تأخذ مخاوف تركيا الأمنية على محمل جد فيما أكد ستولتونبرغ أن السويد تعمل على إجراء تغييرات في قانون مكافحة الإرهاب ويقدم قانون الجرائم الإرهابية الجديد في السويد تعديلا واحدا أكثر فعالية بدلا من القوانين الثلاثة المختلفة حاليا والتي تتعامل مع الجرائم المتعلقة بالإرهاب ومع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ سيتم إلغاء اللوائح الحالية وشدد نص القانون مؤلف من 349 صفحة العقوبات على كافة الجرائم المتعلقة بالإرهاب تقريبا وبموجب التعديل فإنه يتم أيضا إلغاء القائمة المتضمنة ما يشكل عملا إرهابيا ما يمهد الطريقة أمام اعتبار جميع الجرائم المرتكبة بهدف إلحاق ضرر كبير ببلد أو ممنظمة أو مجتمع جريمة إرهابية إلى جانب تدابير إضافية بشأن تشجيع وتمويل الإرهاب وعلى رغم من أن التعديل قد تم طرحه قبل وابع الفيتو التركي فإن السويد تأمل في تلطيف الأجواء مع أنقرى بهذا القانون وفق الصحيفة ترجمة نانسي قنقر